إنه بشير النجفي حيث نشر مقطعا من الفيديو بأمره يتحدث فيه عن مسألة التقليد وقد قلت له صريحا وأعيد كلامي مع احترامي لسنك يا أيها المرجع الكبير إلا أن الذي تحدثت به كان ضراطا يا شيخنا أبا علي ما تحدثت به ضراط في ضراط في ضراط إنه الضراط المرجعي الذي يخرج من أفواه مراجعنا العظام هكذا تعودنا عودنا مراجعنا العظام أن يضرط من أفواههم وقد أثبتت هذا فيما مضى بالوثائق والحقائق وسأستمر في هذا الاتجاه مع ملاحظتي أنني إلى الآن ما بدأت بالموضوع الرئيسي لهذا البرنامج لازلت في المقدمات منذ بداية شهر رمضان وإلى هذه الحلقة لازلت في المقدمات وسأستمر إلى حلقات أخرى في المقدمات حينما يحين وقت الموضوع الرئيس سأنبهكم لذلك وقد قلت له لبشير النجفي وأعيد كلامي من أنني سأكون مدينا بالاعتذار ومسلما لما تحكم به علي إذا ما أردت على كلامي لأنني سأثبت لك ولكل من يتابع هذه الحلقات أنك يا شيخنا الجليل ويا مرجعنا الكبير تضرط في حديثك هذا تضرط من فمك إنه ضراط مرجعي قد يكون مقدسا عند الديخيين الحمير من أتباع المرجعية لكنه بالنسبة لي ليس كذلك أنا أصف الأشياء كما هي فهذا الذي سمعته منك هكذا أصفه من دون مجاملات إنه ضراط مرجعي نجفي طوسي بامتياز يخرج من أفواه مراجعنا الكبار إنه شاهدوا الفيديو شبهات تثير إعلاميا كثيرا ويطبعون أوراق ويوزعون في المساجد وفي المجالس تقطع التقليد حاول تضرب التقليد هذا الذي مولانا بسيط أما عدلة وآيات وروايات هذا في مجال علمي هذا الذي يشك في التقليد نسأله أنت تسلي أو ما تسلي إذا ما تسلي خلي يستعد أن يكون من أهل النار هذا باتفاق المسلم إذا كنت تسلي إذا هذا يسلي من عين تعلمت السلاة لما طلعت من بطن أمك ما كنت تعلم السلاة من علمك السلاة فأنت مقلل أنت عايش لك بل أكثر من حلل أمك على أبيك حتى سرت ابن حلال من حللت خير أجا فلان سيد فلان شيخ أخذت تمام شيخ سيدنا لجائد فهم إخوتي فهذا الشيخ أو سيد من أين أخذت من فتوى سيد خوي من فتوى سيد محسنك مثلا من باب المثال فأنت أنت سرت ابن حلال بالتقليد إذا تنكر التقليد وين مسيرك بهدن أجوبات التي يفهمها ناج وينتشر بسرعة لا يوجد أدل آيات وروايات هذا لا يوجد هذا في مجال الحوزة مثل هذا من حلال أمك على أبيك يلا هذا الختم هذا حكومي حلالة كلفة فلحن الذي طول التزويج أمك على أبيك ذاك حلالة إنك تضرط يا شيخنا الجليل وبتمام معنى هذه الكلمة قلت من أن حديثه يتناول أربع جهات التقليد الصلاة الزواج ثقافة الشيعة حدثتكم عن التقليد ومن أنه ضرورة حياتية لكن الموقف الشرعية منه في دين العترة الطاهرة هو أن التقليد خيار من الخيارات ذكرت آية من سورة التوبة ذكرت رواية التقليد من تفسير إمامنا الحسن العسكري وثلثت بالتوقيع الشريف بتوقيع إسحاق بن يعقوب عن إمام زماننا صلوات الله عليه والذي قرأته من كمال الدين وتمام النعمة للصدق المتوفى سنة 381 للهجرة وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم الإمام لم يلزم الشيعة بأن يعودوا بأجمعهم إلى رواة الحديث ولم يلزم الشيعة أن يعودوا إلى رواة الحديث في كل الأحوال الإمام هنا تحدث عن الحوادث الواقعة ولم يلزم الشيعة بأن يعودوا إلى رواة الحديث على أي حال في الحوادث الواقعة إننا نحتاج إلى رواة الحديث نحتاج إلى خبرتهم إلى علمهم إذا كان عندنا من علم بشأن الحوادث الواقعة فلا حاجة لنا أن نعود إليهم هذا أمر متروك إلينا بإمكاننا أن نعود إلى رواة الحديث إذا كنا نملك علماً لأجل أن نستأنس بما يقولون أو لأجل أن نتبع ما يقولون لأننا نريد أن نعمل بأقوالهم لكن إذا كان عندنا من علم بهذا الخصوص فلا حاجة أن نعود إلى رواة الحديث لأن التقليد إنما هو خيار للذي لا يمتلك العلم إذا كان الإنسان يمتلك العلم أو أنه يمتلك طريقاً للحصول على العلم من دون التقليد فلن يكون مضطراً للتقليد التقليد كما قلت في أصله ضرورة حياتية في الدين وفي الدنيا في كل شؤون الحياة لأننا لا نمتلك الخبرة في كل شؤون الدين ولا نمتلك الخبرة في كل شؤون الدنيا ولذا نحن بحاجة إلى مراجعة الخبراء في شؤوننا الدينية والدنيوية لكن في المجال الذي نمتلك فيه خبرة العقل المنطق وحتى الدين يلزمنا أن نعمل بعلمنا لأننا في يوم القيامة لا نحاسب على أساس علم الآخرين نحاسب على أساس علمنا إذا كنا نمتلك العلم الصحيح فإننا سنحاسب على أساس علمنا لا نحاسب على أساس علم الآخرين ولو كانوا من رواة الحديث ومن أقرب الناس إلى العترة الطاهرة الإنسان أساسا يكلف بعلمه لا يكلف بعلم الآخرين حينما نفتقر إلى العلم فإننا نحتاج إلى طريق يوصلنا إلى العلم أحد هذه الطرق التقليد التقليد خيار من الخيارات وليس أمرا إلزاميا مثلما يشيع الطوسيون اللعناء لأنهم يريدون أن يسرقوا الشيعة بهذه الطريقة وحينما يجعلون التقليد للأعلم فقط طريقة شيطانية لكي يتفرد هذا اللص بالأموال السؤال ما هو تعريف الأعلم ليس هناك من اتفاق فيما بينهم فيما بين الطوسيين على تعريف الأعلم هناك العديد من التعارف للأعلم إذن وفقا لأي تعريف سيعين الأعلم وإذا مختار تعريفا وفقا لأي أساس اختير هذا التعريف ومن الذي سيطبق التعريف على الشخص كل مجموعة تدعي أن عجلها البشرية هو الأعلم عجل بشرية طوسية كل عجل عنده مجموعة يقولون عنهم من أنهم من أهل الخبرة وهم حمير 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 حوزة النجف لا تنتج إلا الحمير أية خبرة أية خبرة وهم لا يفقهون شيئا من قرآن العترة الطاهرة أية خبرة وهم لا يفقهون شيئا من حديث العترة الطاهرة أية خبرة وهم لا يحسنون أداء صلاتهم يمكنكم أن تعودوا إلى برامج كي تطلعوا على كبار المراجع وكبار أئمة الجماعة الذين يخرجون في صلواتهم في صلوات الجماعة والجمعة على الفضائيات بالبث المباشر وهم لا يحسنون قراءة صلاتهم صدقوني إلى الآن إلى الآن ما استمعت إلى إمام جماعة أو إمام جمعة أو إلى مرجع بثت صلاته على الفضائيات وكان يقرأ صلاته بنحو صحيح إلى الآن ما سمعت أحداً يقرأ صلاته لا من المراجع ولا من أئمة الجماعة قطعاً أنا لم أتابع كل صلاة لكنني تابعت الكثيرين خصوصاً الذين يصلون في العتبات المقدسة وفي المساجد الكبيرة إنهم لا يحسنون قراءة صلاتهم على الإطلاق لا أستثني واحداً منهم غاية الأمر أن أحدهم أقبح من الآخر لكنني يمكنني أن أقول من أن أقبح الجميع في القراءة في قراءة صلاته مرتضى القزوين لأنه مفسر للقرآن وكذا لا بد أن يكون مفسر القرآن يصلي بهذه الطريقة التي كلها أخطاء من أول الصلاة إلى آخرها هذا هو الأكثر خطأاً في قراءة الصلاة وقد تابعت صلاته لمرات عديدة الأخطاء هي هي يكررها من أول الصلاة إلى آخرها وعرضت عليكم في برامجي عرضت عليكم صلاته وشخصت مواطن الأخطاء فيها الحكاية مستمرة هؤلاء لا يحسنون قراءة صلاتهم كيف يشخصون لنا أهل أعلى عمائم النجف التي تقف وراء أئمة الجماعة والجمعة إن كان في الحضرة العلوية أو في الحضرة الحسينية أو في الحضرة الكاظمية حينما يقفون بعمائمهم وراء إمام الصلاة وهو لا يحسن القراءة هذا يعني أنهم لا يحسنون القراءة وإلا لنبه الإمام فصحح صلاته في الجمعة القادمة لكنهم يبقون على أخطائهم لسنين والأمر هو هو مع المراجع عبد المهد الكربلاء وأحمد الصافي لسنين يصلون صلاة الجمعة ويصلون الصلوات اليومية في العتبة الحسينية وهم لا يحسنون قراءة صلاتهم السيستاني هو الذي نصبهم هنا هل من المعقول طيلة السنين لم يشاهد السيستاني مرة صلاتهم؟ إن لم يكن هو محمد رضا السيستاني لم يشاهد صلاتهم؟ محمد باقر السيستاني المسؤولون في مكتب السيستاني وكلاء السيستاني في كل أنحاء العراق العمائم التي تصلي خلفهم هل من المعقول أن أحدا منهم يشخص الخطأ ولا ينبه إمام الصلاة؟ لأنهم لا يحسنون أداء الصلاة ولا يحسنون قراءة الصلاة هذه حقيقة وهذه الفيديوات قد عرضتها وشخصت الأخطاء فيها ولم يفتح أحد فمه بكلمة واحدة لأنها حقيقة هؤلاء هم أهل الخبرة أية خبرة هذه؟ هؤلاء جموع من الحمير حمير هؤلاء لا يحسنون أداء صلاتهم فكيف يصبحون أهل خبرة يشخصون لنا الأعلمين يشخصون لنا الأضرط من مراجع الحوزة الطوسية حوزة المضاريط حوزة اللوطيين حوزة اللصوص فأي أعلمين أي أعلمين وحتى لو تنازلنا عن كل هذا الكلام وقلنا بأن القوم عندهم ميزان قد اتفقوا عليه في تشخيص الأعلان ومن أن القوم من أهل الخبرة يأس من فوق من جوه موهم ومن أن القوم من أهل الخبرة في تشخيص الأعلم لماذا يبقى هذا الأعلم؟ هو الأعلم إلى أن يموت هذه قضية متحركة في أية لحظة يمكن لشخص آخر أن يكون هو الأعلم فلماذا يبقى هذا الأعلم؟ من أول لحظة إلى أن يموت فأية أعلمية هذه؟ التقليد للأعلم هل هو تقليد للأعلم الواقعي؟ أم هو تقليد لأي شخص يقال عنه الأعلم؟ أم هو تقليد للشخص الذي يقال له الأعلم؟ في لحظة تعيين الأعلم؟ وما هو الدليل على أي خيار من هذه الخيارات؟ لا يوجد شيء من ذلك لا يوجد شيء من ذلك لا يوجد دليل لا في قرآننا ولا في حديث العترة على اختيار الأعلم الواقعي لأن هذا أمر مستحيل هذا أمر لا يعلم به إلا صاحب الأمر صلوات الله عليه أن يكون الاختيار للأعلم في لحظة تعيين الأعلم ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على ذلك؟ لأنه بعد فترة سيوجد شخص آخر يكون أعلم من هذا الذي قد عين بأنه الأعلم فلماذا يبقى هو الأعلم إلى أن يموت؟ على أي أساس كان هذا الكلام؟ كلام ليس منطقيا كلام يخالف الحكمة ويخالف العقل ويخالف الدين لكنهم لصوص سرسرية هتلية يضحكون علينا بهذه الطريقة يستطيعون أن يسرقوا الشيعة فيحددون اللصة الأعلم كي يكون كبير اللصوص وبهذا سيهيمن على اللصوص الصغار حكاية مؤهمرات إذا رجعنا إلى واقع الحال فإن الأعلم هو الذي يكون كثير الأموال بالفعل أو بالقوة بإمكانه أن يكون كثير الأموال في قادم الأيام هو هذا الذي يقال له الأعلم والذي يدفع الراتب الأعلى لأصحاب العمائم في حوزة النجف عملية شراء ذمم الحكاية من الآخر عملية شراء ذمم محمد تقي الخوئي حينما نصب السيستاني بأنه الأعلم وكان الشرط فيما بينهما أن السيستاني لا يطالب بأموال مرجعية الخوئي والسيستاني وافق على هذا ضمنا إجمالا وتفصيلا لكن السيستاني لما استتب له الأمر انقلب على الخوئيين وأرسل محمد مهدي شمس الدين ليطالبهم أرسله من بيروت إلى لندن جاء إلى هنا ليطالبهم بأموال المرجعية الخوئية وحدث الانفصام والخلاف فيما بينهم وخرج السيستانيون من المؤسسة الخوئية وأسس لهم مؤسستهم الخاصة التي تسمى بمؤسسة الإمام علي هنا في لندن هذه المؤسسة أسسوها بعد الانفصام مع الخوئيين وسبب الانفصام أن السيستاني انقلب عليه وهذه طريقة السيستاني على طول حياته إنها طريقة المخاتلة والمخادعة ماذا فعل محمد تقي الخوئي؟ بحسب النظام الداخلي لمؤسسة الخوئي لا بد أن تعود هذه المؤسسة من الجهة الشرعية إلى المرجع الأعلى فانتخب إسحاق الفياض على أنه الأعلى الآن مؤسسة الخوئي من الجهة الشرعية تعود لأي مرجع ترتبط بأي مرجع بإسحاق الفياض إسحاق الفياض مرجع معروض للبيع هذا الرجل قنوع فإنه يعرض ذمته للبيع بأرخص الأثمان وهذا معروف عنه رجل سهل دمث الأخلاق يبيع ذمته بأرخص الأسعار هذا هو إسحاق الفياض إنه المرجع الأعلم الذي انتخبه السيستاني من بعده لذا فإن مقلدي السيستاني في الاحتياطات يعودون لهذا البرجع الدمث الأخلاق الذي يبيع ذمته بأرخص الأثمان هذا هو واقع حوزة النجف هذه المعلومات دقيقة بدرجة مئة بالمئة وهذه حقائق بدرجة مئة بالمئة وقد حدثتكم عنها في برامج السابقة وجعت بالأدلة والشواهد والقرائن والحقائق ولا أريد أن أفتح هذا الموضوع في جميع اتجاهاته إنما الحديث أخذني بهذا الاتجاه حينما تحدثت عن الأعلم هذه هي حكاية الأعلم أكذوبة من أكاذيب مراجع النجف الطفسيين سود الله تعالى وجوههم كم كذبوا علينا سود الله تعالى وجوههم كم هي أكاذيبه يكذبون ويكذبون 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 ولا زالوا مستمرين في أكاذيبهم ألا لعنة الله على مرجعيتهم ألا لعنة الله على دينهم الطوسي النجس هذا هو واقع حوزة النجف وما بشير النجفي إلا أنموذج مثال من هذه الحوزة الخرئة نذهب إلى فاصل بشير النجفي يخاطب الشيعي فيقول له من أين تعلمت الصلاة لما طلعت من بطن أمك ما كنت تعلم الصلاة من أعلمك الصلاة فأنت مقلت شيخنا شيخ بشير أنت نفسك إحنا عرضنا لك فيديو أنت ما تحسن قراءة الصلاة ولا تستطيع أن تكذبني الفيديو موجود على الإنترنت وعرضته في برامجي وأنت لا تحسن قراءة صلاتك ولم يكن الأمر في بيتك الخاص إنما جئت فصليت صلاة الجنازة على قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس حينما أغتيل وقتل أنت صليت عليهم في الصحن في الصحن العلو الشريف والصلاة بثت عبر الفضائيات فكنت عالما أنك تصلي صلاة ستكون مبثوثة عبر الفضائيات فكنت متهيئا ومتحضرا لهذه الصلاة ومع ذلك فإنك ما قرأت صلاتك بشكل صحيح وقد عرضت هذا في برامجي السابقة والأمر هو هو في صلواتك الأخرى شيخ بشير أنت ما تعرف تقرأ الصلاة بشكل صعير يعني أنت علمت الشيعة الصلاة ما هم المراجع الذين قبلك نفس الشيء عرضنا صلاة القلبايقاني وكان يصلي على جنازة الخميني فهو عالم بأنه يصلي على جنازة في مراسيم كانت تنقل وتبث عبر وسائل الإعلام ملايين ملايين من الإيرانيين حضروا في تلك الصلاة وفي ذلك التشييع ملايين كانوا على الأرض أو كانوا يشاهدون التلفزيون ومع ذلك فإن صلاة القلبايقاني الذي كان زعيم الحوزة العلمية في قم لم تكن سليمة لم يكن يعرف قراءة الصلاة بنحو صحيح عرضنا صلاة صادق الشرازي وكان يصلي صلاة الجنازة على جنازة زوجة أخيه محمد الشرازي فهو على علم هؤلاء يصلون وهم على علم بأن صلاتهم ستنقل ستصور فهم متهيئون لقراءة الصلاة ومع ذلك حينما يقرؤون صلاتهم يقرؤونها بشكل خاطئ هذه حالة منتشرة بين مراجع النجف وكربلاء وحالة منتشرة بين أئمة الجمعة والجماعة كل الفضائيات حينما تنقل من العتبات المقدسة فإنها تنقل صلاة أئمة لا يحسنون قراءة صلاتهم وهؤلاء هم الأفضل يعني ذولا لينطلع بيهم ذول طالعين بيهم للناس وهم لا يحسنون قراءة صلاتهم وأنت من بينهم يا شيخ بشير فضيحة أنتم فضيحة لكنني لا أقول من أنكم فضيحة لدين العترة الطاهرة أنتم فضيحة لدينكم لدينكم الطوسي فأنتم لا علاقة لكم بدين العترة الطاهرة مفاخر دين العترة الطاهرة جابر بن يزيد الجعفي مفاخر هذا الدين المفضل بن عمر مفاخر هذا الدين الحسين بن روحن النوبختي مفاخر هذا الدين ابن قولويه الكليني النعماني هؤلاء هؤلاء هم مفاخر دين العترة مو السلابات السرابيت الموجودين بالنجا هؤلاء طوسيون أنتم فضائح أنتم عار على مذهبكم الطوسي هذه هي الحقيقة من الآخر أعود إلى الصلاة من الذي علمنا الصلاة هذه رسالة من إمامنا الحسن العسكري إلى الشيعة هذه موجهة إلى الشيعة أقرأ عليكم من رجال الكش وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي صفحة 575 رقم الحديث 1088 رسالة طويلة من إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه إلى الشيعة صفحة 576 وما بعدها الإمام هكذا يقول لنا ففرض عليكم الحج من الذي فرض علينا الحج الله سبحانه وتعالى ديننا ففرض عليكم الحج والعمرة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والولاية وكفاهم لكم بابا هذه نسخة ونسخة أخرى وجعل لكم بابا والمعاني هي هي لكن المعنى الثاني والتعبير الثاني أدق وجعل لكم بابا لتفتحوا أبواب الفرائط ومفتاحا إلى سبيله ولولا 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 محمد والأوصياء من بعده لكنتم حيارا كالبهائم لا تعرفون فرضا من الفرائط محمد وآل محمد هم الذين علمونا الصلاة إذا كنا نعتقد أن المراجع هم الذين علمونا الصلاة هذا كفر بدين محمد وآل محمد من هم المراجع المراجع لا يمتلكون ولاية تشريعية الذي يمتلك الولاية التشريعية هو الذي علمنا الصلاة وهذا منطقهم هذا حديثهم شخنا أنت تضرط يا سماحة المرجع كلامك بالقياس إلى كلام إمامنا الحسن العسكري إنه ضراط رسمي يا أيها المرجع الكبير إمامنا العسكري هو الذي يقول لنا ولولا محمد والأوصياء من بعده لكنتم حيارا كالبهائم أنت بهيمة يا شيخنا الجليل وأنا كذلك من دون محمد والأوصياء من بعده القرآن يتحدث بهذا اللسان من أن أعداء العترة كالأنعام بل هم أضل سبيلا فنحن من دونهم حيارا كالبهائم ولولا محمد والأوصياء من بعده لكنتم حيارا كالبهائم إذا رجع الأمر إليكم فأنتم بهائم يا مرجعنا وستجعلوننا أشر من البهائم ما أنتم تركبون على ظهورنا أتحفونا أتحفونا بالرائعة الحيدرية برائعة كمال الحيدري ما رجل أجيب الأسمان واحد قال لي أذر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخر بابل ما توصل للنوبة إليها قال توصل و اطمئننا تركبهم يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفع عباردة واحد من الأعلام أخبر خمسة قال إليه مستعجب مش داعة قلنا تركب يعني خلافة أغامي شميل كما تجعلون خلافة أغامي جميل بغلاف وكان حالة أسنو فقوش ديخ عربي فقوش والنص عباردة كنا على تفاو كلكم تعريبونا لأنه مالي تأجيب الأسمان عرض ما نعم الضالي تير لا معلم إجمالي هذا واقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة يا مراجعنا العظام أنتم ابتعدتم عن محمد وآل محمد صاحب الأمر هكذا يخاطبكم في الرسالة التي وصلت إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون فأصبحتم بهائم يا مراجعنا أنتم أنتم بائم لأنكم ابتعدتم عن محمد وآل محمد واتخذتمون حميرا ديخيين عندكم هذا هو الواقع الذي تتحدث عن هذه الوثيقة الديخية حوار بين مراجع الشيعة عن أحوال مراجع الشيعة وعن علاقتهم بالشيعة هذا هو الواقع الذي نحن عليه منذ سنة 448 للهجرة حينما أسس ذلك البهيمة الشيطان الطوسي اللعين مذهب البهائم مذهب الشذوذ الجنسي مذهب اللوطيين مذهب اللصوص والسراق إنه المذهب الطوسي العفن مذهب حوزة النجف وكربلاء هذه هي الحقيقة من الآخر من دون مجاملات من دون مصانعات الواقع بكل تفاصيله يشهد بذلك مكتبتكم الشيعية المرجعية الطوسية تشهد بكل حروفها بهذه الحقيقة فهذا منطق إمامنا الحسن المراجع البهائم هكذا يقولون عنها من أن الصلاة تكون باطلة إذا ما زينت في التشهد الوسطي والأخير بذكر علي بن أبي طالب ألا لعنة الله على فتاواهم ألا لعنة الله على دينهم الباطل وعقائدهم الباطلة وصلاتهم القذرة أنت كذلك تفتي يا بشير النجفي بصلاة الخراء هذا فأي صلاة علمتم الشيعة علمتم الشيعة على الضلال هي هذه الصلاة التي أنت لا تحسن قراءتها تجعل نفسك مصدرا لتعليم الصلاة ماذا الضراط يا بشير النجفي هذا الكافي الشريف الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة ميتين وستعاش إنه الحديث السادس بسنده بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أذهب إلى موطن الحاجة من الرواية الشريفة الإمام يقول وبعبادتنا عبد الله عز وجل ولولانا ما عبد الله لولا محمد وآل وآل محمد هذا هو منطق ديننا أما المراجع إنهم بهائم من دون محمد وآل محمد وَجَعَلُوا أوصياء الأوصياء الأوصياء هم أبواب الله عز وجل التي يؤتى منها ولولا ولولاهم ما عُرِف الله عز وجل هذا الكلام من بديهيات عقائد دين العترة الطاهرة لولانا لولانا ما عُرِف الله ولولانا ما عُبِد الله وبمعرفتنا عُرِف الله وبعبادتنا عُبِد الله فأين سيكون موقع ضراطك يا بشير النجفي من الإعراب إذا ما وضعت ضراطك الذي ضرّت به في هذا الفيديو بجنب هذا الكلام النوري الواضح القاطع الصريح البين نذهب إلى فاصل حينما نقرأ في الجزء الثامن من الكاف الشريف وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات في صفحة الثامنة والثلاثين بعد المئة إنه الحديث الثاني والستون بعد المئة بسنده بسند الكلين عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا يبالي الناصب صلى أم زنى لأن الصلاة أساسها وفقهها وعلمها وتعليمها مرده إلى المعصوم وعلاقتنا بالمعصوم ولايته فهذه الأحاديث تتحدث عن الصلاة المرتبطة بالمعصوم وليس عن الصلاة المرتبطة بالمرجع البهيمة الذي هو بهيمة قذرة من دون محمد وآل محمد لا يبالي الناصب صلى أم زنى إلى آخر الرواية الشريفة وفي كتابي ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للصدوق وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى الثقافية صفحة 459 عنوان الباب عقاب الناصب والجاحد لأمير المؤمنين والشاك فيه والمنكر له صفحة 466 إنه الحديث السابع عشر عن حنان ابن سدير عن أبيه أبوه هو سدير الصير فيه قال سمعت أبا جعفر إنه إمامنا الباقر صلوات الله عليه يقول إن عدو علي لا يخرج من الدنيا حتى يجرع جرعة من الحميم وقال سواء على من خالف هذا الأمر صلى أم زنى الحديث الثامنة عشر عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه الناصب لنا أهل البيت لا يبالي صام أم صلى زنى أم سرق إنه في النار إنه في النار لأن مادة العمل الصالح جوهرها من ولاية الإمام المعصوم هذه هي الحقيقة من الآخر الناصب لنا أهل البيت لا يبالي صام أم صلى زنى أم سرق القضية لا ترتبط بعلاقة بشخص من البشر الإمام كينونة إلهية وجه الله بين الخلق ولايته تكون المادة الجوهر المادة الأصل لقبول الأعمال ولرفضها هذا موضوع واسع هذه الأحاديث وأمثالها وهي كثيرة جدا في ثقافة العترة الطاهرة هذه لا تتحدث عن صلاة مرتبطة بالمراجع أحاديث الصلاة تتحدث عن صلاة مرتبطة بالإمام المعصوم بكل شؤونها ابتداء من تعليمها وتعلمها وانتهاء بكل تفاصيلها من ظواهرها إلى بواطنها في أعمق دلائلها ومعانيها لذا أمير المؤمنين يقول أنا صلاة المؤمنين وصيامهم لأن صلاة كينونة ترتبط بالإمام المعصوم صلوات الله عليه من هو هذا المرجع البهيمة الذي تتوقف صلاتنا عليه هؤلاء هم لا يحسنون أداء صلاتهم صدقوني يا أيها الشيعة هناك برامج لتعليم الصلاة على الإنترنت لقد شاهدت بعضا منها لا أدعي أنني شاهدتها بأجمعها لكنني شاهدت بعضا منها وأنا أبحث في اليوتيوب شاهدت بعضا منها إنهم يعلمونكم الصلاة بنحو خاطئ لا أتحدث عن صلاة العترة الطاهرة أتحدث عن صلاتهم الطوسية بحسب موازين الصلاة الطوسية هؤلاء المعممون الذين لهم قنوات على اليوتيوب ولهم فيديوات يعلمون الشيعة الصلاة يعلمونكم وحق الحسين صلاة قاطئة في القراءة وفي أداء الأفعال بحسب المذهب الطوسي النجس لا أتحدث عن دين العترة الطاهرة فأنتم لستم على دين العترة الطاهرة حتى أحاكمكم به أنتم تصلون وفقا للمذهب الطوسي النجس فهؤلاء المعممون الذين يعلمونكم الصلاة في قنواتهم على الإنترنت وحق الحسين إنهم يعلمونكم صلاة باطلة ليست صحيحة بحسب موازين المذهب الطوسي النجس فلا تعلموا أولادكم على هذه الصلاة الخاطئة بحسب المذهب الطوسي النجس القذر هذا هو واقعكم ولو سألتم بشير النجفي عن صلاة هؤلاء إذا ما شاهدها سيحكم بصحتها لأنه أخبر وهؤلاء هم مراجعنا غبران غبران لا يفقهون حتى المذهب الذي هم يقولون من أنهم مراجع ويصدرون الفتاوى على أساسه غبران هؤلاء هذا هو واقع حوزة النجس وهذا هو واقعكم يا أيها الشيعة الطوسيون ما أهنى لكم أن تنتبهوا وأن تستيقظوا من حالة الاستحمار هذه أما أنا لكم لا أعتقد ذلك ستبقون حميرا ستبقون حميرا مدام هؤلاء هكذا يعلمونكم يضرطون ويملؤون عقولكم ضراطا وخراءا من أفواههم الخذرة هؤلاء هؤلاء هم مراجعنا العظام العظام نذهب إلى فاصل أنا لا أريد أن أناقشك يا بشير النجفي في مسألة ذكر الشهادة الثالثة بنحو الوجوب في الصلوات المفروضة يمكنك أن تعود إلى برامج المفصلة في هذا الموضوع لكنني أذكرك فقط بأنك تعلم الناس صلاة من جهة القراءة بحسب ما أنت تقرأ تعلمهم صلاة خاطئة وتعلمهم صلاة باطلة بمقاييس دين العترة الطاهرة بمقاييس مذهبك الطوسي القذر فإنك تعلمهم صلاة خاطئة لأنك حينما تصلي لا تحسن قراءة صلاتك الفيديوات موجودة وعرضت ما عرضت منها وإذا تريد أن أعرض لك فيديوات أخرى سأعرض ها لك وصلاتك باطلة بحسب دين العترة إذا وقف القرآن يوم القيامة وقال لك من أنني كنت مصرحا بوجوب الشهادة الثالثة في التشهد الوسط والأخير من الصلوات المفروضة فلماذا فلماذا لم تأخذ بشهادة القرآن في سورة المعارج في الآية الثالثة والثلاثين بعد البسملة والآية التي بعدها والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون ما هي عاقبتهم أولئك في جنات مكرمون والذين هم بشهاداتهم قائمون شهادات جمع وأقل الجمع ثلاثة لماذا تتشهدون أنت وسائر المراجع البهائم تتشهدون بشهادتين فقط في صلواتكم القرآن ما قال والذين هم بشهادتين قائمون قال والذين هم بشهاداتهم هذا جمع بالألف والت شهادات وأقل الجمع ثلاثة أين الشهادة الثالثة القرآن صريح والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون هذه ما هي شهادات في المحاكم صيغة قائمون تدل على الاستمرارية ما بين الحاضر والمستقبل نحن نعيش ونموت ولا نذهب إلى المحاكم كي ندلي بشهاداته والذين هم بشهاداتهم قائمون هذه شهادات في الصلاة والذين هم على صلاتهم يحافظون قائمون صيغة فاعل تدل على الحاضر والمستقبل فهم قائمون بشهاداتهم الآن وفي حالة استمرار إلى نهاية حياتهم القرآن صريح ماذا ستقول له ليس عندك من جواب إلا أن تقول للقرآن بجواب يمكنني أن أرشدك إليه مما جاء في سورة الجمعة أن تقول له إنني كنت كالحمار أحمل أسفار لا أفقه منها شيئا يمكن أن يكون هذا لك عذرا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار مثل واضح صريح ينطبق على مراجعنا العظام وعلمائنا الكرام في الحوزة النجفية الطوسية وهذا مثال بين أيدينا إنه المرجع الكبير المعاصر بشير النجفي ما عندك من عذر القرآن دال على الموضوع وماذا تقول لتفسير إمامنا الحسن العسكري فإذا محتج عليك إمامنا العسكري بأنه قد حدثنا حدث الشيعة في تفسيره الشريف في معنى إقامة الصلاة وهذا الحديث حديث مفصل رواه إمامنا الحسن العسكري عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه فماذا يحدثنا إمامنا الحسن العسكري في معنى إقامة الصلاة وفي معنى البر والبر والبر بر من أقام الصلاة بحدودها هذا هو البر الذي يتحدث عنه القرآن والبر بر من أقام الصلاة بحدودها وعلم أن أكبر حدودها وعلم أن أكبر حدودها الدخول فيها والخروج منها معترفا اعتراف باللسان معترفا بفضل محمد سيد عبيده وإمائه والموالات لسيد الأوصياء وأفضل الأتقياء علي سيد الأبرار وقائد الأخيار إلى آخر الكلام هذا هو الذي يريده أئمتنا فماذا ستقول له أفضل شيء أن تقول إنني كنت حمارا أحمل الأسفار هذا أفضل عذر لكم يا مراجع النجات هذا حديث إمامنا العسكري في تفسيره الشريف الذي هو سيد تفسير آل علي هكذا يقول إمامنا الحسن العسكري والبر بر من أقام الصلاة بحدودها وعلم أن أكبر حدودها لا أن تقول الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة بعنوان عدم الجزئية وأنتم تسيئون الأدب مع أمير المؤمنين يا أيها الشيعة الطوسيون لا شأن لكم بهؤلاء البهائم من مراجع النجة تمسكوا بأقوال قرآنكم وأئمتكم ما قرأته في سورة المعارج يؤيده هذا المعنى في تفسير إمامنا الحسن العسكري هنا تتعاضد نصوص الأحاديث مع الآيات فتلك الآيات تفسرها هذه الروايات وهذه الروايات تؤكدها تلك الآيات والذين هم بشهاداتهم قائمون هكذا في الآية الثالثة والثلاثين بعد البسملة من سورة المعارج والبر بر من أقام الصلاة بحدودها وعلم أن أكبر حدودها الدخول فيها والخروج منها معترفا الاعتراف يكون باللسان وليس في القلب الإقرار يمكن أن يكون بالقلب ويمكن أن يكون باللسان أما الاعتراف فإنه يكون باللسان معترفا بفضل محمد سيد عبيده وإمائه والموالات لسيد الأوصياء وأفضل الأتقياء علي سيد الأبرار إلى آخر ما جاء في الرواية فأكبر فأكبر حدود الصلاة حينما يدخل فيها وحينما يخرج منها لابد أن يكون مقرا بلسانه معترفا بمحمد وعلي أين سيكون هذا في التشهد الوسطي والأخير الروايات كثيرة وفيرة جدا يمكنكم أن تعودوا إلى برامج المختصة بهذا الموضوع ماذا تقول يا بشير النجفي أين تضع ضراطك الذي نشرته على الإنترنت مع هذه الحقائق من قرآنهم ومن حديثهم شأنك شأن بقية المراجع إنكم تضرطون من أفواهكم إنه ضراط مرجعي نجفي طوسي بامتياز فهنيئا لكم بضراطكم وهنيئا لشيعتكم بضراطكم وضراطهم لأن مذهبكم هذه هي حقيقته أما دين العترة الطاهرة فهذه آياته وأحاديثه ورواياته وأحكامه وهذا فقه العاطر نذهب إلى فاصل الجهة الثالثة التي تحدث عنها بشير النجفي في هذا الفيديو الضراطي ما يرتبط بالزواج وبتحليل أمهاتنا لآبائنا وانفعل انفعال المنتصر من أنه قد وضع يده على الحقيقة الكاملة أنا أقولها لك صريحا يا بشير النجفي إذا كانت إذا كانت أمك حللت لأبيك بحسب ما تقول فأنت ابن حرام وأنت ابن زنا أنا لا أقول أنت كذلك لكنني أقول لك إذا كانت أمك حللت لأبيك بحسب ما أنت تقول فأنت ابن حرام قطعا وابن زنا قطعا أنا لا أقول أنت كذلك أكرر هذا الكلام ولا أبالي إذا أراد أن يقتطع كلامي بعمليات القص واللصق أنا لا أقول أنت كذلك لكن بحسب ما أنت تقول لأنك تجهل فقه الدين يا بشير إنك تجهل فقه الدين إنك تجعل تحليل أمهاتنا لآبائنا مرتبطا بهذا العاقد الذي يجري صيغة العقد وهذا لا محل له في الشر في أي آية في أي رواية من أن الزواج يشترط في صحته أن يحضر عاقد المعممون أنت حمار شيخ نه أنت حمار في أي آية في أي رواية يشترط في صحة عقد الزواج أن يكون هناك معمم هذه وسيلة من وسائل أكل اللقمة عند المعممين أنتم فرطموها على الناس كي تسرق من النهس أموالا حينما تعقدون الزواج أو حينما تطلقون وإلا أين هذا في القرآن وأين هذا في حديث العترة الزواج عقد بين طرفين لا وجود لطرف ثالث فيه الزواج عقد بين طرفين لا وجود لطرف ثالث فيه طرف الإيجاب الزوجة وطرف القبول الزوج الزوجة إذا قالت زوجتك نفسي والزوج قال قبلت تم العقد وتم الزواج وانتهينا وهما يعرفان الصداق ويعرفان الشرائط التي اتفق عليها فتقول له زوجتك نفسي على الذي اتفقوا عليه وهو أمر معروف فيما بينهم فيقول الزوج قبلت وانتهينا هذا العاقد الذي يأتي بعمامته إن كان بعمامة سوداء أو بيضاء هذه إضافة من إضافاتكم كي تأكلوا لقمة في مثل هذه المناسبات ما علاقة هذا بالتحليل أو بالتحريب أنت بشر بقر من أنت ما هذا الفقه الذي تعلمونه للناس أنا أحدثك وفقا لمذهبك الطوسي دعني أخبرك القرآن هو الذي حلل أمي لأبي وليس المرجع يعني أنت تحلل أمي لأبي هو أنت فيه معلم أنت تحلل الأم لأبي فيه معلم أنت أو تحلل زوجتي لي من هو أنت الذي يحلل ويحرم هو صاحب الولاية أية ولاية أنت عندك ولذا قلت لك من أنك إذا كنت تعتقد أن المرجع في زمان أمك وأبيك حين تزوج هو الذي حلل الزواج فذلك زواج باطل الذي حلل الزواج الله سبحانه وتعالى هناك جعل تكويني وتشريعي في الكتاب الكريم الآية الثانية والسبعون بعد البسملة من سورة النحل والله جعل لكم من أنفسكم أزواج وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون أنت إذا أنكرت هذا فإنك تؤمن بالباطل وبنعمة الله تكفر من هو هذا المرجع الذي يحلل أمي لأبي ويحلل زوجتي لي من هو هذا من هو هذا البهيمة من أمثالك الله هو الذي حلل أمي لأبي وحلل زوجتي لي بالجعل التكوين والتشريع تدبر في هذه الآية يا بشير وكفى ضراطا كفى ضراطا لقد ملأتم رؤوس الشيعة بضراطكم وخرائكم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفب الباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ومن سورة النحل إلى سورة الروم إلى الآية الحادية والعشرين بعد البسملة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون هذه الآيات بحاجة إلى وقفة طويلة ولكن أنا لا أجد وقتا كي أقف عندها طويلة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة هو الذي حلل أمي لأبي وفي هذا السياق وفي هذا البرنامج وفي منظومة التزويج هذا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون لقوم يتفكرون وليس لقوم حمير من أمثال مراجعنا العظام الذين يضرطون بهذا الضراط المرجعي ومن سورة الروم إلى سورة الشورى وإلى الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا هذا هو الجعل التكويني والتشريعي في الكتاب الكريم والذي تجلى فيما جاء مذكورا في أحاديثهم الشريفة حيث تخبرنا كلماتهم عن ولايتهم التكوينية هذا الجعل التكويني والتشريعي في الآيات صار مسراه وصار مخرجه صار مسراه وصار مخرجه على أيديهم صلوات الله عليهم على أيدي محمد وآل محمد لأن الكون خلق لأجلهم وخلق في محبتهم كما في حديث الكساء اليماني الفاطمي الشريف أقرأ عليكم وعلى بشير النجفي من الجزء الأول من الكاف الشريف من الطبعة نفسها صفحة خمسمية واحد إنه الحديث الخامس من باب مولد النبي ووفاته صلى الله عليه وآله بسنده بسند الكليني عن محمد بن سنان قال كنت عند أبي جعفر الثاني عند الإمام الجواد صلوات الله عليه فأجريت اختلاف الشيعة ما اختلف فيه في عقائدهم بسبب عدم معرفتهم بإمام زمانهم فأجريت اختلاف الشيعة فقال يا محمد الإمام الجواد يقول لمحمد بن سنان يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون جهة التحليل والتحريم الفعلي والحقيقي والواقعي والعملي هم هم ما جاء في الآيات كان حديثا عن أصل الجعل في الجعل التكويني والتشريعي أما هؤلاء هم الذين يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون على المستوى التكويني وعلى المستوى التشريعي هنا هنا الحديث على المستوى التكويني بالدرجة الأولى وعلى المستوى التشريعي بالدرجة الثانية فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولي يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى ثم قال إمامنا الجواد لمحمد بن سنان يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مراق ومن تخلف عنها محق محق دينه أنت إما أن تكون قد تقدمتها وهذا هو الذي يبدو من حديثك لأنك جعلت الأمر في التحليل والتحريم للمراجع اللعناء يخني أنت بشير النجفي أنت حللت أم الأبوية وحللت زوجتي إلي من تفعل هذا التحليل اللي يصدر منك ومن أمثالك من مراجع النجفي العقراء من مراجع الحوزة الطوسية اللوطية التحليل والتحريم صادر من إمامي من إمام زماني ولذا قلت لك إذا كنت أنت على هذه العقيدة وأنا لا أعتقد بهذا لكن إذا كنت على هذه العقيدة فأنت ابن حرام وابن زنا إذا كان المرجع في زمان أمك وأبيك هو الذي حلل أمك لأبيك ثم قال إمامنا الجواد لمحمد بن سنان يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق خرج من الدين ومن تخلف عنها محق محق دينه ومن لزمها لحق خذها إليك يا محمد هذا على المستوى التكويني والتشريع يأتي في الحاشية ولكن الأئمة على المستوى التشريعي الدنيوي بيّنوا لنا تحليلهم وتحريبهم إنني أقرأ عليكم وعلى بشير النجفي من الجزء التاسع من وسائل الشيعة للحر العامل المتوفى سنة ألف مية وأربعة للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة آل البيت قموا المقدسة في الصفحة خمسمية وسبعة وأربعين إنه الحديث العاشر عن إمامنا الصادق أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث عن إمامنا الصادق عن أمير المؤمنين يحدثنا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين لفاطمة صلوات الله على أمير المؤمنين وعلى فاطمة وعلى آلهما الأطيبين الأطهرين قال أمير المؤمنين لفاطمة أحلي نصيبك من الفي لآباء شيعتنا ليطيبوا ثم ماذا قال أبو عبد الله هذا هو حكم التحليل والتحريم في المقام الشرعي ثم قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا إذا كانت القضية مع المرجع سنكون أبناء الزنا من طيح الله أضل مراجع أي مراجع هؤلاء الذين يحللون أمهاتنا لآبائنا أو يحللون أزواجنا لنا الصادق هو الذي يقول إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا إذن موضوع التحليل والتحريم أساسا يرتبط بالجعل التكوين والتشريع الإلهي حيث تحدثت آيات الكتاب الكريم وتفعيل ذلك إنما يتحقق في الولاية التكوينية المطلقة لهم مثل ما حدثنا إمامنا الجوان وهو يخبر محمد بن سنان من أنهم صلوات الله عليهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ووصلنا إلى التحليل والتحريم التشريع مثل ما حدثنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كل هذا يتصور فعليا في تكوين الأسرة حينما يتم العقد بين الزوجة والزوج هما يقومان بتفعيل ذلك التحليل عبر إرادتهما وليس للعاقد من مدخلية وليس للمرجع من مدخلية والذي يعتقد بأن المرجع هو الذي سبب التحليل إنه يعارض العقيدة السليمة من هو هذا المرجع الحمار الذي يحلل أمي لأبي من هو هذا المرجع البغل الذي يحلل زوجتي لي الذي حلل أمي لأبي صاحب الزمان والذي حلل زوجتي لي صاحب الزمان من هؤلاء المطاية يا مط هذا اللي إحنا نأخذ من عنده تحليل وتحريم أنت بشر يا مفير النجفي ما هذا الضراط قلت لك إنك تضرط من فمك كما يضرط أنت تقول أخواني المراجع دائما كما يضرط أخوانك المراجع من أفواههم الطوسية القذرة تضحكون على الشيعة إلى متى تضحكون على الشيعة يا أيها البهائم نذهب إلى فاصل اللهم إني أسألك باسمك يا سميع و يا شفيع يا رفيع و يا مني يا سريع و يا بدين يا كبير و يا قدير يا خبير و يا مجير سبحانك يا الله الغرف 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 يا حيا قبل كل حن يا حيا بعد كل حن يا حيا يا حيا الذي ليس كمثله حن يا حيا الذي لا يشاركه حن يا حيا الذي لا يحتاج إلى حن يا حيا الذي يميت كل حن يا حيا الذي يرزم كل حن يا حيا يا حيا لم يرز الحياة من حن يا حيا الذي يحي الموتى يا حيا يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانك يا يا حيا يا حيا يا حيا يا حيا يا حيا يا حيا قلت لكم من أن جهات هذا الضراطي البشيري النجفي الطوسي المرجعي كان مجتملا على أربع جهات التقليد الصلاة النكاح التحليل في الزواج وما يرتبط بتثقيف الشيعة ما يرتبط بتثقيف الشيعة لن أقف عنده طويلا إنما أذكركم بجانب من حديثه في الفيديو نفسه رجاء أعرض لنا المقطع القصير الذي يرتبط بتثقيف الشيعة بحسب بشير النجفي بهدني أجوبة التي يفهمها ناتل وينتشر بالسرعة ناتل وينتشر بالسرعة ناتل وينتشر بالسرعة ناتل وينتشر بالسرعة لا يوجد له أدلة آيات وروايات هذا مجموعة هذا في مجال الحوزة به كذا من حل الأمك على بيك يلا أنا أقول له أيضا تعلم تعلم يا بشير يلا يلا تعلم تعلم الفقه وتعلم الدين من قناة القمر يلا تعلم هؤلاء يضحكون عليكم ويضحكون على أنفسهم قبل أن يضحكوا عليكم هؤلاء مرضى هؤلاء مرضى ومرضهم المستعصي جهلهم المركب يجهلون ويجهلون أنهم يجهلون أئمتنا قالوا لنا من أن الذي يلبس عمامة كالعمامة التي يلبسها بشير النجف ويلبسها سائر المراجع هذه العمائم العباسية الإبليسية القذرة تسمى في رواياتنا بعمائم إبليس لأن عمائم أهل البيت ليست هكذا لهذا آبتان الذي يلبس العمائم الطابقية هذه هي العمائم الطابقية التي يلبسها مراجع النجف هذه العمامة الطابقية الأئمة يقولون جعلوها علامة الذي يلبسها ولا يلبس عمائم أهل البيت فإنه سيصاب بداء لا دواء له لو رجعنا إلى أحاديث العترة كي نسألهم عن هذا الداء الذي لا دواء له فإننا نجد نوعين من الداء الداء الأول داء النصب والعداء للعترة الطاهرة والداء الثاني داء الحمق وأوضح مصاديق الحمق الجهل المركب ولذا أئمتنا دائما يقدمون النصيحة لنا أن لا نصاحب الأحمق لماذا؟ لأنه يريد أن ينفعنا فيضرنا وأساسا هو يريد أن ينفع نفسه فيضرها الأحمق هو الذي يجهل ويجهل أنه يجهل يتصور أنه على معرفة على حكمة لذا فإنه حينما يتصرف فعليا يتصرف بجهل وجهالة وحينما يتحدث قوليا يتحدث بجهل وجهالة أوضح مصاديق هذه المضامين مراجع النجف ما ينطلع بيهم ما ينطلع بيهم فضيحة فضيحة ما ينطلع بيهم فضيحة ولذلك صاروا مضحكة لمن؟ للوهابيين وصاروا مضحكة للعلمانيين من الشيعة والسنة وصاروا مضحكة للمثقفين والعارفين بشؤون الثقافة والعلم وصاروا مضحكة أيضا في بعض الأحيان لعوائلهم عوائلهم حينما تطلع على الحقائق من خلال قناة القمر مثلا فإن عوائلهم تضحك عليهم وتستهزئ بهم طلبتهم كذلك ولكن لأنهم تعودوا على التقديس المزيف وتعودوا على أن الشيعة الحمير من أتباعهم يقدسونهم ويقبلون منهم كل كلام لذا هم سادرون في غيهم مستمرون في ضلالهم ولا يقفون مع أنفسهم كي ينظروا هل هم على علم ومعرفتين أم هم غاطسون في جهلهم المركب مثل ما قال أئمتنا الذين يلبسون هذه العمائم سيصابون بداء لا دواء له إما النصب العداء لأهل البيت وهم فعلا هؤلاء نصاب هؤلاء عندهم عداء لثقافة أهل البيت عداء لحديث أهل البيت عداء لدين أهل البيت عداء لأولياء أهل البيت صحيحا هم يظهرون حبهم لأهل البيت لكنهم في الوقت نفسه يعادون أحاديثهم والدليل هو هذا يثقفكم بثقافة إذا ما طبقت فإن أمهاتكم إذا ما كان الأمر مثل ما يقول ستكون محرمة على آبائكم وهكذا زوجاتكم ستكون محرمة عليكم بحسب ما هو يقول لكن الأمر ليس كذلك إن الأمر يجري مثل ما بيّنت لكم في الآيات وأحاديث العترة الطاهرة هذا هو دين العترة الطاهرة ولذا دائما أقول لكم خذوا دينكم من العترة الطاهرة ليس مني هذه نافذة مفتوحة لكم أتحدث عن قناة القمر خذوا دينكم من هنا إذا شككتم فيه فتأكدوا منه ولا تأخذوا دينكم من هؤلاء الحمير الذين يضرطون من أفواههم كل الحيوانات تضرط من أدبارها إلا حمير النجف يضرطون من أفواههم وهذا مثال بين أيديكم إنه المرجع الكبير المضرط بشير النجفي إذا كنت قادرا على رد هذه الحقائق بالأدلة فعجل في هذا إذا ما أقنعتني فإنني مدين لك بالاعتذار وسأتيك إلى النجف وأقبل حكمك الذي تصدره علي لكن بشرط أن تكون الحقائق واضحة بينة مثل ما صدحت بها وصدعت بها قبل قليل أعود إلى باقر الإيرواني هذه هي حوزاتك ذو لهم ومراجعك ماذا تقول يا باقر يا إيرواني حوزة طايا حظة ومراجع طايا حظهم ودينكم طايا حظة وفقهكم طايا حظة وأنتم طاحين حظ من أولكم إلى آخركم ترجمة نانسي قنقر